اشتركوا في القناة ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا ألبتة مما في يده لأن الرب كان معه ومهما صنعه كان الرب ينجحه شنو رأيك بهذه الكلمات؟ كل ما يسوي شيء ينجح حياته كانت نجاح بكل الأوقات أكيد تمنيت أنك تكون ناجح في كل الأمور بأمور حياتك يوسف هو الشاب اللي قدر يشوف إيد الرب معه واختبر النجاحات يوسف اختبر النجاح في أرض مذلته في الغربة اللي كان بيها وهو مبيوع عبت في مصر أغلب المتغربين واللاجئين هاليوم دايباءون على أنفسهم نظرة دونية أنا منه على موجود أكون بمستوى ابن البلد أنا مجرد غريب وما عندي الإمكانيات المطلوبة اليوم أريد أشجعك أن ترفع عينك للعلى أكو رب اللي كان مع يوسف يريد يكون وياك ويباركك الرب اللي أعطى النجاح ليوسف هو في السجن يقدر ينطيك النجاح وأنت في عملك وأنت في دراستك بعلاقاتك بحياتك الزوجية ويا أهلك ويا أولادك ويا ناسك أقدر أقول أن الرب دايما هو إيانا ويريد يباركنا ويعطينا النجاح هاي مرات وهو منطينا قبل ما نسأله لكن السر هو هل بنشوف عمل الرب بحياتنا؟ هل بنشوف النجاح اللي عدنا هي فعلا من الرب؟ هل نعطي الشكر للرب وقد نختبر أشياء إيجابية؟ هل تقدر اليوم تعلن أن الرب وياك؟ ولهذا كل شيء اللي بتسويه رح ينطيك النجاح هذا هو الفرق بيننا وبين يوسف يوسف قدر يشوف هالأمور قدر يشوف الرب كان ويا وكان بيعطي النجاح يمكن احنا هاملين هالنظرة خلينا نغير اتجاه أفكارنا ونظراتنا ونشكر الرب على البركات والنجاحات اللي يريد انطيها إلنا بهذا اليوم والأيام الجاية وربي باركك